موسيقى حوالي عشر مليون شخص حول العالم سنوياً بيصابوا بأمراض الشرج في الولايات المتحدة على سبيل المثال دراسة حديثة قدرت إن أكتر من خمسين في المية من سكانها فوق الخمسين عانوا من الأمراض الشرجية إناس وزكور وأيضاً من جميع الفئات العمرية الاضطرابات الشرجية من المرجح أن يكون انتشارها أعلى بكتير من المرصود في الدراسات والإحصائيات لأن معظم المرضى لا يسعوا للحصول على رعاية طبية على الرغم من دا ومن استهتار المرضى بيها إلا أن عرض قد يبدو بسيط زي حكة الشرج ممكن يهدد الحياة ويؤدي في النهاية ومع التجاهل والإحراج والتكاسل لسرطان الشرج علشان كده لازم نسعى فوراً للرعاية الطبية سواء كان الحل الطبي العلاج بالأدوية أو الجراحة مع الانتباه لتعليمات الطبيب والالتزام ببرنامج غزائي صحي أهلاً بيكم في مشكلة كبيرة جداً موجودة في العقول على مستوى العالم هو التبسيط التسهيل في التعامل مع العرض أننا استهي في الموضوع وطبعاً في مصيرنا للحبيبة الموضوع ده يعني إحنا موهوبين فيه إحنا بنفسر كل حاجة تفسيرات يعني تريح العقل لكن في النهاية تريح الدماغ يعني لكن بعد شواء صغيرين نكتشف أن تفسيراتنا دي يعني ودتنا في مشكلة أخرت التشخيص أخرت العلاج وزودة المعاناة من مثلاً يعني هنتكلم عن حاجة عن عرض هكلمكم عن عرض تاني ممكن جداً ناس بتعدي يعني كده يقول لك ما فيش مشكلة كبيرة يعني مثلاً الألم أثناء الدخول الحمام الألم أثناء التبرز ممكن يكون بواسير تمام وممكن يكون حاجة أخطر من البواسير أو أزعج من أكثر إزعاجاً يعني زي أمراض الأمعاء الالتهابية ممكن يكون خراج حوالين الشرج هيفتح ويعمل طانل ويعمل ناصور ويقلب من قصة من خراج إلى ناصور ويمكن أن يكون لقدر الله التهاب هيقلب بمرض خطير فأنا عايز أقول لكم بس ما تستهونوش وما تتعاملوش مع الحالات مع الأعراض المتعلقة بالتبرز بهذه الغضم السفلي باستهانة وباستهتار وباستخفاف لأن التمن قضي يكون غالي النهاردة على فكرة عنوان الحلقة دي ما تستهونش النهاردة كتير من القصص هتكون تحت عنوان ما تستهونش وما تستهونش يعني ما تستبسطش خليك دايماً أنت أنت كمريض خليك خاف على نفسك زي ما الدكتور بيخاف عليك وأكتر طبعاً لأنه نفسك النهاردة اللقاء مشير للغاية ومهم مع قمة علمية عالمية كبيرة واسم كبير بنفخر بقبوله دعوتنا في الدكتور الاسم الكبير الأستاذ الدكتور إسماعيل شفيق الأستاذ ورئيس قسم جراحات القولون والشرق وليه الطب بجمهات القاهرة والرائد القدير على مستوى المصري والشرق عقساطي في علاج أمراض القولون والشرق والحوض والاسم الكبير أهلاً بيك يا أستاذ شرف كبير لنا هذه الزيارة قبل أن ندخل في لوب المواضيع ما نستبسطش ما نستسهلش لا نستهين أيوة العلاج أساسه التشخيص بدون تشخيص ما فيش علاج وعشان مريض أو مع احترامي للصيادلة يصيدلي أو أي تخصص غير المتخصص في المرض أنا كجراح في أمراض كثيرة جداً في الجلدية لا أستطيع أن شخصها دكتور الباطني في أمراض كثير جداً في الرمض ما قدرش شخصها فإحنا كل تخصص له طريقته وبعد كده عندنا معادلات هي التشخيص زي المعادلة الرياضية هي بتخش في استنتاج أول وتاني 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 وتربع واكسيكلوجين اكسيكلوجين يعني شيل 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 لغاية ما توصل لقصة النهائية البسيطة زي مثلاً نزول الدم نزول الدم من الشرج ما ينفعش يتروح رايحة عدة بواسير وخلصنا وقفلنا على كده يا خبر ربي نزول الدم ده ممكن من كوارث خطيرة يعني من أبسل شيء حاجة في أمراض الدم ممكن تبقى حاجة في أمراض الدم مليهاش علاقة بالقولون الرجل بدأ دمه أو الشخص أو المريض بدأ دمه ده يسيب يتخص خلاص أو يعمل زي المية فابتدأ ينزف أول حاجة من جدار القولون لأن جدار القولون حساس جدا ومسام واسعة وفي أولادة دموية شديدة وماشي فيه براز جامد شديد فيبتدأ يجرح فيه شوية فيبتدأ يتزل قطرات دماء زي المطر ليه سرطان لبواسير لحاجة حتى شرخ صغير جدا الحالة الأولى نهاردة الكسف الأولى بيعاني من التهاب قولون تقرحي كان البراز به قليل من الليون والآن أصبح البراز عبارة عن ماء على حد تعبيره إيه سبب ده؟ ده يدل على خطورة الحالة يعني الحالة بقت أخطر خطورة ولا ده أمر عين اللي عندهم قولون تقرحي لازم يفهموا حاجة غريبة قوي وحتى الناس اللي حواليهم الناس دي علميا المفروض يبع عندها إمساك فعليا بيبع عنده اليونة فتستقر ليه؟ لأن الإمساك إمساك ناتج من إيه؟ من اختفاء الغشاء المخاطي فبالتالي الغشاء المخاطي مش موجود فانت ماشي على جدار عريان فبالتالي عمال يحكي حكي 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 حك فالبراز ما قدرش يمشي بسهولة ولكن التعري اللي موجود في الجدار الغشاء المخاطي ده يؤدي إلى أن الجسم يدفع عن نفسه فيفرز مخاط شديد فالمخاطي يعمله لابريكانت يسيله فتلاقي البراز الناشف ده نازل بسهولة جدا مريضة بتعاني من نصور مهبلي وبتسأل هل العملية سهلة أم صعبة مدة التعافي بعد العملية دي؟ ده من أسوأ أنواع النواصير في الحياة ده يعني مدمر للحياة لأنه بيحصل فيه إيه؟ إنه هو بياخد الجهاز التانسولي والريبروداكتف أورجنز ويبوزها يعني الجهاز اللي هو مهم للعلاقة الحميمية والعلاقة الإنسانية بييجي بوازه ليه؟ لأنه بيخرج منه براز وبراز دائم لا يتوقف وبيؤدي إلى التهابات شديدة ألام رهيبة صعوبة شديدة جدا في أن أنت تستمر به فبالتالي هل هو بقى صعب؟ أصعب جدا نصور مش سهل مستحيل يقدر يعمله في المتخصص شديد جدا راحت تم تدريب وتدريب قوي جدا على النصور الشرجي أو القولوني أو المستقيم المهبلي من أصعب النواصير في الدنيا هل سؤال الثالث هل المنظار يشخص التاب القولوني؟ ده هو أساس التشخيص التاب القولوني وخاصة أننا هناخد بالمنظار ده عينة هي العينة أساس التشخيص مش النظر بالعين المجردة عندنا نيجد آي العين المجردة بنشوف العضاء ولكن الدليل الوحيد الذي يدين هذا القولون ويجعل له شهادة بالمرض هو العينة القصة الجاية والكس الجاية قصة مسيرة شوية بتقول أنها عملت منظار قولون وتبين اشتباه بوجود سرطان عملت تحليل وعملت عدة مناظير كانت جيدة على حد تعبيرها وبتسأل هل ده يدول على انحصار السرطان في منطقة القولون بس كوريات الدم البيضاء مرتفعة جدا في التحليل لا أشوف الارتفاع كوريات الدم البيضاء بأرقام عالية ده لازم يتقال الرقم هل عالية يعني 14 ألف 15 ألف 20 ألف ولا 70 80 90 100 ألف لو دخلنا في الأرقام العالية دي نقلق جدا نقلق جدا أخلاص بقى ندخلين في لوكيميا لوكيميا ده موضوع آدم لكن لو احنا مقى في 14 15 20 ألف ده الالتهابات شديدة جدا فده معناقي أن لو في عندنا سرطان داخلي السرطان ده حصل له شادنج أوف جزء منه مات الرأس بتاعته مش قادر يوصل لها الدم فبتموت فوقعت فحصل تقرح كبير جدا قرحة دي حتى لو هي سرطانية حصل لها عملية التهاب شديد ممكن يرفع أرقام شديدة جدا لتوتل لكوسيتك تاون وهو القرات الدم البيضاء عيان بيحس بوخز وألم في فتحة الشارك وبيحس على حد تعبيره أن فيه زي كتلة أسفل الشارك ليست دائمة على برضه كلام إيه الاحتمالات شوف الوخز ده وأحساس بالكتلة عادة الوخز ده لازم نسأله سؤالين هل ده أما تقوم من كرسيك يخف ويهدى ولا بيفضل مستمر بنفس القوة لو فضل مستمر بنفس القوة ولا يتغير فده ملهوش علاقة بعصب الحوت عصب الحوت دايما بيتغير من بوزيشن لبوزيشن لأن العصب بيتغير معه من وضع الوضع من وضع الوضع يعني أنت قاعد فقاعد على العصب فأكيد عمل ضغط عليه النسبي زيادة حتى أحنا بنسميه المرض اللي هو مرض اختناق عصب الحوت بنسميه سايكلينج سندروم مرض العجلة لأنه كرسي العجلة بيتقاعد عليه بيتغط على العصب وهو المجسوم على العصب ويزنقه في العظمة فيعمله الألم المفروض أنه أنا ما شيل الألم الضغط دا يتشايل الألم فبالتالي أنا بنسأل عيانا ما تقوم تمشي بيهدى ولا مش لازم يروح بس يهدى إحساس الكتلة دي عادة ما بيبقاش فيه كتلة لأنه ما يبقى فيه كتلة في المستقيم المريض ما بيحسهاش لأنه مستحيل تحس بالمستقيم بالكتل الكتل ما بتحسش بيها بتتحس في المراحل الأخرينية خالص فده برضو إحساس ناتج لعصب الحوت عندي سؤال برضو حد بعته بيسأل إزاي نقلل من أعراض النصور النصور تقلل منه إذا كان باولي مثلا أه لا يعني باولي مستحيل تقلل منه أنا بفكر له إيه اللي ممكن نعمله له نقلله هو العرض الوحيد اللي بيبقى عنده مشكلة فيه لو النصور الشرجي العادي المدة فالمدة مضاد حيوية بسهنة ضد مضادات حيوية اللي مش مفيدة يعني هي هتقلل شوية وبعد كده هترجع تاني بعد ما هتخلص الكورس ما فيش حاجة تقدر تقلل من النصور ومن إفرازاته سوى أن أنت تعمل عملية وتنهي هذه المعاناة لأنه هو ملهوش حال لجري العملية حتى لو بالليزر لو فاهم أن الليزر مش عملية يبقى أنت مخطئ الليزر له بنج وله طرق في العمل وبتخش غرفة عمليات ما بتعملش في العادة الخارجية فهو عملية زي أي عملية فبالتالي أنت الحاجة الوحيدة اللي تخفف لك إلا ما كان عملية عندي كاس تانية طويلة شوية كان بيشتكي مريض من حكة في فتحة الشرك تطور الأمر بقى فيه دم بيخرج من فتحة الشرك قالوا له أن ده شرخ شركي يعني كاشفه الدكتور قال له ده شرخ شركي لكن مع استخدام العلاج ما حسيش بتحسن والأمر أصبح أسوأ من مكان وبيسأل عن حال غير العملية واضح أنه مش عايز يعمل عملية الأسوأ شوف هو طبعا لازم أول حاجة يتشخص بها لأنه هو تايف التشخيص وهو متخيل عملية بواسير لأن الدم اللي علاقة بالبواسير أساسا لا بالشرخ ولا بالنصور الشرخ بينزل دم بسيط جدا النصور بينزل كميات بسيطة جدا في نهاية المدة أساس الدم الكتير اللي يخوف هو البواسير لو هو متخيل أنه هو بواسير وواثق أنه هو بواسير هياخد بقى أدوية توقف الدم وهياخد أدوية مهدئة للاحتقان اللي موجود وكل كم شهر هتتعدى القرى هتتعدى القرى إلى مالة نهاية وبالتالي في النهاية هيزهق من القصة دي واضطر أنه هو يعملها لو هي بواسير بيعاني من وجود دم أثناء التبرس ولكن مفيش ألم وده اللي قلقنا قال أنه كان بيعتقد أنه المسألة من أكل الأشياء الحار الحاجات اللي فيها شطة وقف الحاجات الحارة دي ما بيأكلهاش لكن الأمر ما زال مستبر الشطة مفيدة جدا للجسم طالما جهازك العظمي سليم إمتى بتبقى فيها مشكلة؟ لو الجهاز الهضمي مش سليم لازم يبقى معاك الشطة دي فيه إقراس شطة موجودة بديديها للمرضى لأن هي إيه اللي بتعمله الشطة؟ هي بتحفز الأعصاب فالتحفيز الإثارة للأعصاب دي جيدة أن أنت تخسن الكهرباء وتخلي العضلات فيها انقباضات جيدة وبتحسن جدار المصري العصب هو الذي يعطي الحياة للعضو لو أصينا العصب العضو مات حتى لو الدم وصله لا قيمة له انتهى داد لكنه جثة هاملة لو دراع أصينا العصب بتاعه انتهى حطي له دم حطي له كله لا قيمة له ومحفز العصب فتدي له قوة القولون بيقوى والجهاز الهضمي بالشطة لو هو عنده مرض في الشرج يبطل الشطة لغاية ما يحل هذا الموضوع لكن هو في النهاية أنا بقول دايما للناس قلوا واشربوا ولا ايه ولا شرفوا لأن الإصراف في الأشياء لأن فيه ناس بتزودها قوي سؤال اللي جاي بيسأل هل سرطان القولون اللي استقصة اللي هو عمل عملية واستقصة يمكن أن يعود مرة أخرى في القولون أو في المستقيم؟ ممكن طبعا ممكن يعود في القولون المستقيم؟ يعني أنا عندي حاليا حالة تستغربها قوي ستة عملت كانت حامل وبعد كده اكتشفوا ورم في المبيض اليمين ودخلوا وشالوه واكتشفوا أنه هو سرطان من الدرجة التانية وبعد كده كانوا مفروض الحمل ينتهي بس الحمل ما انتهاش فهو انتهى بعديها بشهرين لوحده بعد كده ابتدينا الانفستيجيشن فوجدنا حاجة غريبة جدا وجدنا أن عندها كمان سرطان مستقيم وسرطان في القولون في حتة اسمها سبلينك فليكشور في القولون الأيصر وعندها مبيض الشمال فيه كمان سرطان فتجد أنه هو فيه أمراض بيبقى العامل الجيني صعب جدا فبيديك أورام وارتجاعات خطيرة ربنا يشفي كل مريضة رب الحالة التانية برضو عن الارتجاع للنصور الشركي عملية عملية هل هناك فرص للارتجاع أم لا فيه نسب ارتجاع عالمية لكن بتقل كلما زادت خبرتك وزادت اختيارك للطريقة الأمسل لعمل النصور دايما نقول ما ينفعش نسبة طريقة واحدة للنصور يا جماعة ما فيش حاجة أننا أروح عامل بس زي ما الناس كلها تخش لك تقول لك أنا عايز أعمل ليزر يا سيدي ما هو لو ما ينفعكش الليزر هتعمله إزاي الليزر مش إنديكيتد لمية حالة فمية حالة ينفع أن نعمل لها ليزر مش إنديكيتد لكل الحالات خالص ما هم متخش يعني مش ننفعش كل الحالات تعمل ليزر خالص نهائي فبالتالي هم لها نسب ولها أشخاص معينة بتعمل لها ليزر باستغرب السؤال جداً بس مقدر الناس يعني برضو لازم الناس تفهم إن كلمة نصور ملهاش حال غير عملية طبعاً ده بقى حالته غريبة قوي ده تلاقي البراز يخش جوه المسانة هاي المسانة تملت بول هيحصل إيه بريشور بقى أعلى فتروح مدخلة بول جوه المستقيم راحين جايين الفتحة طب البولة ما يخش جوه المستقيم عندهم مشكلة غريبة قوي إن كلورايد يزيد في الدم لإنه بيخش نسبة كلورايدة عالية جداً فيعمل له حاجة اسمها هايبركولوريميك أسيدوزيس طحن دجا دموي ده كارثية طبعاً كارثية وعشان كده بننصحهم اللي عنده ده لازم يعمل كل يوم على الألحنا أو اتنين شراجتين عشان يواش أوت يقسل الكلور اللي موجود جوه وده طبعاً بأسرع ما يمكن لازم يعمل عملية لإنه بيحدث له التهابات شديدة جداً في المسانة من البراز وكلور بيزيد جداً امتصاصه من المستقيم فالضرر يمين وشمال رايح جاي مصيبة ممكن يدخل فاشل كلاوي على طول لو استمر مريض مصاب بالتهاب قولونتقى الروحي مزمن ولا يستجيب للعلاج من شهور يعمل ايه؟ يعلب العلاج عندنا بقى مستويات 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 في العلاج للتهاب القولوني النهاردة ما فيش حاجة اسمها أقول لك أشيل الشيل ده شبه نادر نشيل يعني ما فيش استقصال لا ما فيش حاجة اسمها استقصال احنا عندنا أدوية بنعل بيها وعندنا كذا دوا نركبه مع الدوا مع بعض على حسب حالتك ايه؟ انت محتاج ان انت تعلق بمستوى العلاج وبالتالي مع اتباع العلاج واتباع الغذاء ان احنا بنقعدك مع دكتور تغذية متخصص او بنوضح لك ايه التغذية المناسبة اللي انت تعيش بيها عشان تستريح من الهم ده الشرخ الشرجي يعني سؤال طويل قوي عليه بيسأل بقى على العلاجات وإيه المشاكل وهل الشرخ الشرجي بعديه مطلوب منه في الاكل ايه؟ السئلة كتيرة متعلقة بشارك الشرخ الشرجي جاه لشخص في اغلب الظن ممسك وبالتالي الشخص اللي عنده امساك ده اساسا هو عنده اهمال في اللايف ستايل متى حياته طريقة ممارسة حياته الغذى شيء مهم جدا لجسمك الغذى ممكن يسبب لك امراض الدنيا كلها من تصلب شرعين لامراض قلب الامراض مصارين لامراض عصاب لكل شيء ممكن فبالتالي لو اهتمت بغذىك ان انت تاكل زي ما بيقول اترك المخبوزات وكل الخضروات ببساطة شديع جدا اترك المخبوزات وكل الخضروات وبلاش بيت الزبقة وبلاش سندوتشات جبنا عيش فينه وخليك في الخضروات طبق الصلطة بكل محتوياته هو ده اللي يبقى الاكل بتاعه بالزبط وبالتالي هو ما يعيش على الاخل الطبيعي الناتشورل المظبوط هيبقى كويس اولا مريض سؤالي اللي جاي برضو عن عملية للنصور في وقت العملية اكتشفة انه اثناء يعني التجهيز للعملية ان النصور قريب من عضلة الشرك فقال له الدكتور احنا هنربط لهم اسبوعين هل ده فيه فايدة ولا لا السيتون ده من اعظم الاشياء التي اخترعت في النصور اللي هو خط الربط واللي عرف يستخدمه بجدارة لانه هو استخدامه مش سهل ويجب ان تأخذ فيه خبرات كثيرة لانه ليه كذا طريقة في استخدامه كتير جدا وبالتالي انا يعني احيي الاخترع السيتون تحية شديدة جدا انا بعتقد انه ده واحد من اهم اخترعات قرن العشرين نغم بساطة الفكرة اعظم من الاخترعات من ابسط الافكار اكتشفة عنده اربع فتحة اكتشف في منطقة العصعص وبدأ سائل اصفر خفيف ينزل بس بيقول انه توقف نزوله من كم شهر يعني كده انا شفيت من هذا الناصر العصعصي ام لا هو شخص حالته اه 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 انا عايز بس افهم الناس انه يا جماعة ربنا ما خلق لنا جسمنا وغطى بالجلد الجلد ده عامل زي التوب ليه اماكن لحام من اهم اماكن لحام المنطقة اللي عند العصعص دي ده منطقة لحام لحام اللحام ده هو انت قاعد عليه فساعد بيخش في بعض الخلايا الجوة تحت الجلد من البرشور من الضغوط المستمرة وتؤدي ان ينمو جواها شعر فتعمل حوصلة وتعمل ناصر مشهور جدا الشخص ده عنده ناصر عصعصي لازم يعمله ملهوش طريقة اخرى في العلاج غير ان هو يعالجه سؤال بقى بيسأل الناصر ظهر من فترة سنة ونص في خلال الفترة دي هو طنشه بتاعه فبدأ يبقى عنده تلت نواصير سؤاله هو عايز يعمل عملية لكله بقى مرة واحدة التلت نواصير يتعاملوا ممكن في مرة واحدة السؤال ناصر بدأ ليه تحول الى تلت لازم تاخد منه عينة عشان ده في اغلب الظنة ما بيبقى تلت اربع نواصير اكتر من اتنين اعرف من فتحتين من خرمين اعرف ان اهتمال ان هو يكون فيه التهاب انفراماتي باول دي زيز التهاب مزمن في القولون او كرونز دي زيز فالاول ناخد عينة لو هو التهاب كرون او التهاب تقيوحي او مزمن في القولون على طول احنا نديله العلاج الاول وبعد كده نشوف ماتة بقى من ناصر نعمله لكن لو طلع ناصر طبيعي عادي هنخش نعمل عملية ويتشلوا التلاتة في نفس الوقت ان شاء الله كل يوم اكيد حضرتك بتشوف معظم النار من المستسخر الشرر او كتير من الناس بتستسهل اشياء بعد كده بتنقلب الى الكوارث ما هي اكثر هذه اليوميات في اجنتة حضرتك اللي بتبقى فعلا مسيرة للحزن ان مريض يجي له تغير في عملية التبرز وهو ملاحظ هذا التغير ويصمت عليه وفي النهاية يأتي بعدما يزداد هذا التغير بشدة ونجد ان المريض مصاب بسرطان كبير وبقى له فترة وهو يعلم بهذا التغير ولم يتحرك دي محزنة جدا 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 دي اللي هو بيسموه بقى دفن الرأس في التراب يعني انه شايف مشكلة ومكبر دماغي ومطنش ارجوكم انتبهوا للتغيرات اللي بتحصل فيه طريقة التبرز بتاعتكم الهابس بتاعتكم لاحظت عند حضرتك انك بقالك كام يوم او فترة كده بتروح الحمام اقل فيه امساك فيه صعوبة بتقعد فترة اطول لازم تقلق ولازم تكشف فيه طريقة فيه فيه دم في البراز لازم تقلق ولازم تكشف فيه امساك مفاجئ غريب عجيب مش بلا مبرر لازم نقلق القلق شيء صحي صحيح ان القلق ازايد ده مقلق مزعج ان واحد بقى فجأة كده يصحى من النوم من غير اعراضي يقول له انا عندي انا عندي مشكلة لا يعني لا ده حل ولا بتطنيش حل ولا ان اللي بيقلق زيادة ده وبيروح يكشف كتير ده افضل منه مرة من اللي مطنش ومكبر دماغه شرف كبير لنا دائماً وجودك معنا وسعادة كبيرة شكراً يا كتيراً ضيف العزيز الاسم العالمي الكبير السيد دكتور اسماعيل شافيه الاستاذ ورئيس قسم جراحات القولون والشرق بكلية طب جماعة القاهرة والرائد القدير على مستوى مصر وشرق أوسط في علاج امراض القولون والشرق والخود الاسم العالمي الكبير كان ضيفاً فيه واحدة من ارقى قصصنا على اطلاق لانها بقى النهاردة قصص وحلقات بدأنا القصص بعنوان مهم جداً ما تستسهلش ما تستسهلش وانا هنهيها بهملة مهمة جداً بجد على نفسك على نفسك ما تستعبطش واضحة؟ خليكوا دايمة مع الدكتور شكراً للمشاهدة